السلام عليكم البنات كديري اللبس عليكم كنت بخير كنت من شاء الله دائما تكونوا بي خير وعلى خير ودابا كنت غن ندير واحد الوصفة وطحت فكرة في دماغة قلت علاش لله من جرباش مع البنات يعني كنت ديرها أنا مرة مرة ماشي دائما ولكن مرة مرة وقت ما رشقت لي كنت ديرها وكتعتني نتيجة اللي زوينا بزا 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 وقلت علاش لله يعني نديرها قدامكم وتشوفوا تنتمى النتيجة ولي بغات يعني تديرها هي يعني تفرح هاد الخلطة هذي يعني كنت تعطيك واحد النتيجة اللي صراحة كتفرح عندما يعني كنت ديرها دبافيديا ومن بعد يعني غتبعوا معي الفيديو حتى الاخر وغتشوفوا يعني النتيجة اللي اعطتني وتنتمى ان شاء الله كنتمنى يعني تفرحكم هاد النتيجة لانها يعني حاجة اللي ساهلة مقونات يعني غير فضار يعني كل شيء عندكم غير فضار يعني ايه ايه مهم كانت انا هاد المقا دي اه الخلطة ايه الشيء اللي غان حتشوف هاد الخلطة كوش عندكم فضار ايه اول حاجة غناخد واحدة زليفة وشي ملقة ايه تاخدي شيء ملقة دي البلاستيك كل ما عندكش تاخدي ملقة عادية حيث تكون شيء كيتصل حيث الشيء الوصفة ماشي شيء حاجة اللي فيها شيء حاجة خيبة اوه حاجة كناخد يعني خميرة يعني دي الحلوة كما كانت غناخد نص دي الخمارة غنديره في زليفة ومن بعد كنضيف عليها اه اه السينيال يعني اي السينيال اللي عندكم في الدار يعني معجن دي الاسنان يعني غير ما يكونش ديال الدراء الصغر حي ديال الدراء الصغر بيض اما حمضية اما اه زرق مهم حيث تشكين في الالوان ودابا غناخد يعني واحد المعلقة ديال الخل كما كان نوع دياله يعني مش مشكل اصلا الخل يعني ماشي شيء حاجة اللي مو ديره حيث اصلا الخل كيدروا الدراء الصغر فاش تطلع اليومين الحرارة يعني ماشي شيء حاجة اللي تخافي منها غندير دابا واحد المعلقة صغيرة ديال الخل كما كتشوفوا في الصورة كتفاعل مع الخميرة اه مهم كتخلطوا هاد الشيء كامل اه كما كتشوفوا في الصورة كتخلطي هاد الشيء كامل لي صراح هاد الخلطة هادي صراحة اول مرة يعني شفتها وجربتها انا يا اه وليت كان ديرها يعني صراحة عجباتني بزا 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 واللي انها ماشي شيء حاجة اللي انا كتمشيت خصيت قلبي وتشيري هادي حيث اه كل شيء موجود في الدار واحد نصيحة بحال دابا اللي بغيت تديري المنطقة اللي بغيت تحيدي منها الزغب يعني اه هي ديري غير منطقة بمنطقة يعني ماشي تديري يدي كاملة شوية بشوية يعني تحيدي المنطقة اللي بغيت تحيدي منها الزغب اه دابا اغندير شوية اللي بغيت تديري انتو مكتشوفو ديارها مزغبة انا صراحة ماشي كان حيت زغب يعني دائما انما انا محيت زغب يعني من قبل رمضان ادي انا من نوع اللي بغيت تديري مزغد و مكتشوفو و دابا غنخليه واحد لعشرة دقائق مهم على حساب مهم تشوفوه انشف اه هكك ستة دقائق عشرة دقائق مهم تفوت خمسة دقائق غيتشوفوه انشف و المهم غيت تاخدي اه شي اه قطن او كلينيكس او اللي عالي عندك يعني ماشي مشكل منيني بس منيني تشوفيه انشفه يعني ماشي احتى كي يكرمك على جلدة غل مهم كتشوفيه يعني انشفيني مبقاش بحلاكاها كتاخدي اه شيقطا كتكوني موجدة وانتو ما غيتشوفو النتجة قدامكم ميني ماشي انا يعني درتهاو من بعد اه وردكم وانتو ما تشوفو مكش اللي كي بنفوق المالقع يعني السينيان ما خلطوش مزيان و لكن معليش مشي مشكل يعني بقيت كان دهن وبقيت كانت ناوح ال تفوت خمسة دقائق هنا فات خمسة دقائق بقيت كانت سنى شوية صافي دابا حسيت به اني ينشف شوية حيط اصلا الى كتسنى انه ينشف قاع ما غاليش ينشف حيط فيها ديك الخمارة وسميتو دابا غادي نمسحو بلقطن وانتو ما غا تشوفو كل شي قداموا اعينيكم اللي صراحة واحد نادي جالك تعطي واعره واعره بزاف اللي صراحة غا تعجبك فاكيد غا تعجبك هانتو ما كتشوفو الزغب موقعش الزغب كله وكيت جمع فتاك فتاك القطن ما بينش مزيان حيطش كترتانا داك الخلطة ديال سينيال ممكن تمنع النتيجة تجربوها وتنال اعجاب ديالكم اسمحوا لي هانتو ما النتيجة شفتوها قدامكم هانتو ما كتشوفو الفرق يعني البلاصة اللي فيها الزغب والبلاصة اللي تحيد منها غير من يتحيدو يعني تحيدو تمسحو المنطقة اللي حيدتو غسلو ذيك البلاصة بشي سابونة السابون اللي كتغسلو بيدكم غسلو ذيك البلاصة وصافو عودتاني بلاصة اخرى مهم اخذ الوصفة ديك تخصك يعني تصبري معها شوية يعني كتساليها واللي صراحة حاجة مكوينة اللي كاينين في الدار يعني ما غاليش تمشي تقلبي ولا تشري مكوين اللي ساهل وكل شي متوفر عنده في الدار هانتو ما كتشوفو قدام يعني كميني النتيجة المهم اتمنى الفيديو هدا الاهجاب ديالكم وما يعني متبخلوش اعليا بالكومونت ديالكم وكتشيات ديالكم وكنتمنى الفيديو اصلا الاكبر عدد ممكن ديال لايكات وكننشكركم بزاف بزاف على المتابعة ديالكم في القناة ديالي وكننشكر بزاف الناس اللي دائما متواجدين معايا في القناة وبنسبة الناس اللي مازال ما اشتركوش يشتركوه يفعلوا الجرس باش دائما ان شاء الله يصلكم كل فيديو جديد وان شاء الله اي وصفة يعني انا انا شخصيا كان ديرها غدي نشاركع معاكم علش الله يعني الواحد يكون عارش حاجة وما شاركعش مع البنات وكنتمنى ان شاء الله يعجيكم الفيديو وانتما كان نبركم اذاك الضغب دماج انا تيليفون عندي معد علش كيصور اللي يفلو انا ما كيبييش مزيان وانتمنى ان شاء الله ها الفيديو ان الاعجاب ديلكم و السلام عليكم